المشاهدين التاسع صباحاً وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع منا الشرقاوي فضال يمن شكراً لكي جمانا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلاين وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات المقوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد مشيدة برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحديثة لمكافحة الإرهاب وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الطلعات وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية جاءت ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام حيث عرض الوزير مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة ما يتعلق باللوائح ونظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهير العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف الجهود المبدولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الريف الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة وذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهاية الترع وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رأي الأراضي الزراعية والمستصلحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي وأضف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون وزيلنسكي سيبحثان النشاط العدواني الروسي المستمر إضافة إلى الدعم الاستراتيجي البريطاني لأوكرانيا تأتي الزيارة بعد يوم من إعلان الخارجية البريطانية أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يرمي إلى تجديد حزمة العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358 165 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2223 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة نهاية مجد التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل